موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى مجازي أخبار الآن أكد الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية أن هيئة تحرير الشام النصر سابقا ارتكبت أعمال قتل بحق المدنيين بالإضافة للتضييق والملاحقة وخاصة خلال هجومها الأخير على مخيمات ومواقع مدنية فيها فصائل من المعارضة في مدينة إدلب ورفض الائتلاف الوطني أي توجهات أو أفكار تتناقض مع مبادئ الثورة السورية مطالبا جميع الفصائل بتوحيد الجهود لمواجهة القوى المتطرفة وجرائم نظام الأسد والميليشيات الداعمة له قال الدكتور أنوار قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية في تغريدة له في حسابه على موقع تويتر قال إن المرسومة القطرية بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابيا مشيرا إلى أن ضغط الأزمة يؤتي ثماره وأن سلوك الأكثر تعقلا هو تغيير التوجه ككل قتل شخصا على الأقل في جزيرة كوس اليونانية وأصيب نحو 360 شخصا بجروح في مدينة بودروم التركية الساحلية إثر الزلزال ضرب محيط بحر إيجا وبلغت قواته 6 درجات و7 أعشار درجة وقالت شبكة تركية أن الزلزال تسبب بالسنامي طفيف قبالة بودروم حيث تضررت سيارات أمام أحد المنتجعات جراء الأمواج التي وصلت إلى الطرقات ذكر الجيش الفلبيني أن اثنين ممن يشتبه أنهما ينتميان لجماعة أبو سييف قتلاء في تبادل إطلاق النار مع القوات الحكومية بجنوب البلاد خلال عملية إنقاذ لأربعة عمال بناء تم خطفهم أسبوع الماضي إذ أصيب جندي أيضا في القتال الذي اندلع في قرية بجزيرة جولو قالت وكالتا سفر أمريكيتان أن حكومة الولايات المتحدة ستفرض حظرا وشيكا على سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية وأوضحت وكالات السفر أن الحظر سيتم إعلانه في السابع والعشرين من يوليو تموز الجاري وسيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد شهر من الإعلان بحسب صحيفة دايلي ميل بريطانية حيث تلقت السفارة السويدية إشعارا بشأن الحظر الأمريكي لكن دون توضيح ما إذا كان منعا مؤقتا أم أنه سيظل مفروضا إلى حين صدور إشعار آخر أفادت إحصاءات رسمية بأن عدد سكان المملكة المتحدة بلغ 65 مليون و600 ألف نسمة وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد إذ أوضح المصدر ذاته أن الأشخاص البالغين من العمر الذين يبلغون 65 عاما فما فوق يشكلون نسبة 18% من مجموع السكان وعزت دائرة الإحصاءات هذه الزيادة في عدد المسنين إلى تحسين الرعاية الصحية وارتفاع جودة العيش شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة